وللمزيد ده ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذة جمال رائف أستاذة جمال بعد التحية يعني اليوم عدد من القرارات الجديدة اتخذها مجلس الوزراء وده كان في حرص الحكومة على التواصل مع المواطن المصري وأعلامه بالمستجدات الخاصة خاصة بالتعامل مع الأزمة العالمية الرهنة ويمكن من ربما من أبرز هذه القرارات هو قرار ترشيد استهلاك الكهرباء بالطبع لعدد من الأهداف ربما أهمها هو توفير النقد الأجنبي من خلال تصدير الغاز الذي يتم استخدامه حالياً لتوليد الكهرباء بطحية الحكومة ولكل أستاذ المشاهدين بالتأكيد نحن بسالة القرارات في الحقيقة لها علاقة بترشيد من أجل التصمار من أجل استغلال الموارد الطبعية التي استطعت من مصر أن تستخرجها بعد عام 2014 ويعني تصديرها إلى الخارج وأيضاً استجلاب عملة صعبة أعتقد أن الحكومة الآن بتطرح حلول ذكية حلول خارج السندوق حلول بتجعل المواطن أيضاً شريك فيما تقوم به الحكومة من جهود لمضاعفة استثماراتها في الخارج وصديراتها من المواد البترولية أعتقد أن الترشيد الآن بيأتي من أجل استثمار لا من أجل العجل لا يوجد لدينا عجل في الطاقة ولكن نريد أن نستثمر ما لدينا من طاقة لمضاعفة يعني أعطاء قيمة مضاعفة لهذه الموارد الطبعية اليوم أرقام مهمة يجب علينا أن نستمع إليها بعناية نتحدث أن وزارة الكهرباء بتشتري الغاز من وزارة البترول ب3 دولار للمليون وحدة حرارية تحين يعني هذه القيمة بيتم تصديرها ب30 دولار إذن الرقم كبير جداً العشر تقريباً ومن كما علينا أن نستغل الآن الطلب المتزايد في السوق العالمي على الغاز وأن نوفر هذا الغاز للتصدير الحكومة المصرية بالفعل قامت بتجربة منذ أكتوبر الماضي وقامت بتشغيل بعض المحصات بيئة المازوت وبتطاعة أن تصدر مقابل هذا ب150 مليون دولار إلى الخارج إذن علينا الآن أن نستغل هذه الفرصة وأن نستغل هذا الصلب المتزايد على الغاز خاصة مع اضطراب فصل الشتاء أوروبا الآن تبحث عن كل موارد الغاز وبالتالي علينا أن نستغل هذه النقطة في توفير وترشيد الكهرباء ومن ثم توفير الغاز الذي نستغل في الحقيقة 60% من إنتاجنا في إنتاج الكهرباء ومن ثم تصدير هذا الغاز للخارج أنا أعتقد أن هذه القطة لها عاملين مهمين جدا العامل أو نتيجتين مهمين جدا النتيجة الأولى هي بالفعل أننا سوف نحصل على المزيد من العملة الصعبة من الخارج النتيجة الثانية وأنا أعتقد أن هذه الأهم هو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الصفحة أن تصدر الطاقة كبديل آمن لدول أوروبا وبالتالي علينا أن نستغل كمواطنين وحكومة هذه وأيضا الحكومة أعلنت أنها ستبدأ بنفسها في ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في المباني الحكومية بشكل خاص وده بالطبع رسالة مهمة جدا لكل المواطنين في فكرة التوجه لترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام في الحياة اليومية المواطنين بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال رائف شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة